موسيقى زاعمة أن النظام طلب ذلك الجزائر تعلن عدم مشاركة الأسد في القمة المقبلة هل فاشلت جهود التطبيع؟ وتحمل اسم الأسد المتأهب مناورات عسكرية في الأردن بمشاركة 27 دولة عربية وأجنبية موسيقى جولة جديدة مما تبقى حياكم الله موسيقى أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية عدم مشاركة النظام السوري في أمال القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في شهر تشرين الثاني المقبل الوزارة نشرت بيانا يقول إن وزير الشؤون الخارجية للجزائر رمطان العمامرة أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية النظام فيصل المقداد لبحث موضوع مشاركة النظام في القمة العربية المقبلة قائلا إن المقداد أكد أن النظام أي نظام السوري يفضل عدم طرح موضوع استئناف في شغل مقعده بجامعة الدول العربية خلال قمة الجزائر وزارة الخارجية الجزائرية تعلن عدم مشاركة النظام السوري في أمال القمة العربية القادمة المقرر عقدها في شهر تشرين الثاني المقبل في الجزائر التي زعمت أن النظام السوري هو الذي طلب عدم طرح موضوع استئناف شغل مقعد دمشق في الجامعة العربية الجامعة العربية التي جمدت عضوية النظام نهاية 2011 عقب ثمانية أشهر من استخدام النظام للعنف في محاولة قمع النظام لانتفاضة الشعب السوري إلا أنها أي الجامعة العربية لم تلعب دورا بارزا في حماية المدنيين السوريين من المذبحة الكبرى التي استمرت لأحد عشر عاما على التوالي وكان هناك عدة محاولات من عدة دول عربية لإعادة تعويم الأسد وإعادته إلى الجامعة العربية بيد أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل حتى الآن الجزائر كانت الدولة الأكثر تحمسا لإعادة مقعد النظام السوري ودعم ذلك العراق والأردن والإمارات والبحرين في حين اعترضت دول عربية أخرى على رأسها دولة قطر والمملكة العربية السعودية ولحق ذلك اعتراض مصري تماشيا مع عدم رغبة السعودية في عودة الأسد الحالية إلى القمة أما النظام في سوريا فقد استخف بالجامعة العربية في أكثر من مناسبة مدعيا عدم رغبته في العودة إليها هذا ما ظهر للإعلام لكن في المفاوضات السرية التي كشفت كانت عودة العلاقات الدبلوماسية وعودة مقعد الجامعة من أبرز مطالب النظام لكن اليوم حسيم الجدل وانتهت التكهنات والتحليلات التي بدأت منذ العام الماضي فلن يشارك النظام في القمة المقبلة وتراجعت وطيرة التطبيع ليمسي الموقف العربي من الأسد متباينا ومترددا وحائرا قبل أن نخوض في موضوع الجزائر وكسفة النظام وكسفة الجزائر الاعتذار واجب أنا بالأمس أخطأت في آية من آية القرآن العظيم الآية الكريمة من سورة النساء ولا أمرنهم فلا يبكتن أذان الأنعام أنا قلت فلا يبكتن أذان الأنعام والاعتذار واجب هذه الأخطاء على الهواء مباشرة هذه الأخطاء التي تحدث يا قوم والشكر موصول حقيقة لكل مشاهدي ما تبقى على هذا التنبيه وكذلك هناك اعتذار كذلك مؤجل مؤجل كثيرا ذات مرة في حلقة من حلقات ما تبقى أنا أتيت على ذكر النشيد العربي السوري فمن الوليد ومن الرشيد فلم لا نسود ولم لا نشيد أنا قلت أن الوليد هو النسبة إلى خالد بن الوليد ويجوز الوجان هنا طبعا إما خالد بن الوليد أو الوليد ابن عبد الملك لا شك الوليد ابن عبد الملك سيد الدولة الأموية هذه التي حكمت العالم أكثر امتداد كان للعرب يوما ولمسلمين هو على أهد الدولة الأموية وعلى أهد الوليد ابن عبد الملك تحديدا لكن يجوز كذلك أن يكون خالد بن وليد أبو سليمان رحم الله الجميع ورد الله عن الجميع وبالأمس أنا أخطأت لا شك في قراءة الآية الكريمة من سورة النساء والأمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام وكنت في معرض الحديث عن جماعة الممانعة والحقيقة يا قوم هؤلاء جماعة الممانعة خطر بيئي على كوكب الأرض والآن سوف أأتيكم بالدلال الآن جماعة الممانعة في كسفة عظيمة الجزائر لن تدعو النظام ونظام لن يذهب للجزائر في القمة هذه بعد شهرين هذه إذا عقدت القمة الجزائريون ماذا قالوا قال والله أن الفيصل المقداد الخارجية السورية هي من أخبرتهم للجزائريين أنه والله نحن لا نريد أن نحضر القمة قال لماذا قال حرصا منه هذه قال حرصا منه على المساهمة في توحيد الكلمة والصف العربي في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة فيصل المقداد يقول لرمطان العمامرة هكذا يقول لرمطان العمامرة يعني نحن لا نعرف يعني رمطان العمامرة يقول أن فيصل المقداد هو قال له هذا الكلمة يعني ربما هذه تخريجة لحفظ ماء الوجه أو لما تبقى من ماء وجه النظام قال نحن لا نريد أن نحضر أيها الأشقاء الجزائريون حرصا منها على وحدة الصف العربي يعني من فوق أتون جماعة النظام الحقيقة هذه من حكاوي الأطفال يعني من حكاوي الأطفال سواء التي يقولها نظام سوريا أو التي يقولها النظام الجزائري النظام السوري وجماعة النظام السوري وكل جماعة الممانعة بنوا كثيرا من الأحلام لكن يبدو أنها كانت أحلاما كبيرة جدا كل شيء ضاع كل شيء ضاق كل شيء ضاق كل شيء ضاع ضاعت أحلامهم النظام السوري وجماعة النظام السوري كانوا يقولون لا خلاص انتهى الموضوع نحن عائدون لأنه بعد زيارة الشهيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة العظمى سبارتا الصغرى هي راعية عودة النظام السوري وقتها الأردن اندفع كذلك ووقتها قال هناك خط الغاز سوف يعود وكان الجو محموم ومن ثم الجزائريون وأتى هذا رمطان العمامرة وزار العراق وزار سوريا وقال لك وعبد المجيد تبون قال نحن سوف ندعو النظام السوري والجماعة النظام أصبحوا يتعاملون مع المنطق بمنطقة تدلل يعني نحن نريد ولا نريد كذلك الجماعة في حركة الجهاد وحماس كذلك تريد العودة للنظام النظام خلال الفترة الماضية عاش فترة من النشوة ونشوة و قال لك انتصر على المؤامرة الكونية واسوف يعود ثم على مستوى قمة عربية لم يستطع الحضور النظام لا بل التطبيع العربي مع نظام تراجع كثيرا يعني الجماعة في الأردن تراجع تطبيعهم كثيرا وكثيرا جدا النظام أغرقهم بالمخدرات طبعا حتى التطبيع مع الإمارات هو تطبيع بارد تطبيعنا البعض يقول وجهه بارد ما حدث شيء ما حدث شيء ذهب هكذا فجأة الزيارة كانت زيارة هزيلة استقبلوه بشكل هزيل كان وزير خارجيته ذهب وسحابه مفتوح يعني كلها كانت القصة بلا قيمة بالحد الأدنى من القيمة جماعة النظام كانوا يراهنون على حضور الأسد أو فيصل المقداد إن لم يكن هذا إن لم يكن زيدا فعمر لا بس في الجامعة العربية وألقاء محاضرة في العمل العربي وقتها في الجزار والانتصار على المؤامرة الكونية كانوا يراهنون كثيرا على هذه النقطة لم تحدث أصبحت من الماضي بعيدا عن الكسفة وعن الماء البارد الذي يصب على وجه النظام السوري والنظام الجزائري ونحن نفرق بين نظام الجزائري والجزارة الجزائريون إخوتنا وأهلنا وأشقاؤنا وانستباؤنا ونحن لا نتحدث عن الجزائر نحن نتحدث عن النظام الجزائري لأن البعض يخلط متعمدا جماعة الممانعة الآن في موقف صعب فيخلطون أي حديث عن النظام الجزائري يخلطونه بالجزائريين والجزائر أهلنا شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب سليمان العيسى سليمان العيسى شاعر النظام شاعر النظام وش شاعر هو سليمان العيسى له قصيدة جميلة في الجزائر وفي تضحيات الجزائرين وقدر من الشعراء السوريين الذين تغنوا بتضحيات أهل الجزائر وثورة أهل الجزائر الثورة العظيمة ومقدماته الجزائر أمر هائل وجبار ويجب الفصل طبعا بين الجزائريين وبين هذا النظام الجزائري أو أبواق النظام الجزائري هذا لا دخل له بذاك فلا تخلطوا الأمور حنانيكم يا قوم الجزائر نظام الجزائري حاول أن يعود بقوة وبشراسة هناك ما الذي حدث لماذا لم تستطع الجزائر جلب الأسد إلى قمتها كثيرة هي التفسيرات التفسير الأقوى واشنطن لا تريد واشنطن بكل بساطة واشنطن أصلا لا تريد ما قيل عن هذا التقارب التركي مع النظام لأنه يضر بمخططاتها لا أحد يستطيع أن يفعل شيء بدون واشنطن واشنطن وإن كانت لا تحضر لكن الحاضر واشنطن الحاضر الغاب حتى لو انسحبت من شماء شرق سوريا واشنطن هي الحاضر الغاب واشنطن لا تريد والحركة التي قامت بها واشنطن قبل أيام في جينيف وتصعيد ضد النظام هي موجهة ضد الروس لا تريد أن تعطي سوريا كورقة آمنة للروس لذلك لا يمكن أن تسمح واشنطن بأن يحضر الأسد في القمة العرب لا يمكن هذا كذلك عدا عن مواقف عرب الخليج السعودية لها موقف واضح جدا لا تريد أن يحضر بشار الأسد قطر كذلك مصر كذلك لا تريد المغرب ذلك لا تريد السعودية لها مشكلة مع بشار الأسد الآن خصوصا مع الآخر الأخبار التي تقول أن الحوثيين يتدربون في دمشق والسعودية يعني البعض المشاهدي ما تبقى وأنا أعلم أن هناك عددا لا بأس به من أهلنا في السعودية يحضرون ما تبقى ويعتبون أحيانا كثيرا إذا أتى ذكر السعودية وذكر السعودية هو من محبة السعودية هو عتب على السعودية ليس انتقاصا من السعودية لا أحد يعني السعودية يتعامل معها العربية هي الدولة الفيصل وهي الدولة الميزان إذا لم تكن السعودية قوية وازنة فلا شيء سوف يحدث في العراق ولا في سوريا ولا في لبنان ولا في اليمن كل هؤلاء ضائعون كل هؤلاء كل هذه الدول تصرح بها وتمرح إيران واليهود إذا كانت نجد والحجاز قوية فالعرف كلهم بخير فالكلام للسعودية هو كلام من عتب هو عتب المحب أيا صاحبي عن رجابي للصفا أيا صاحبي عن رجابي للصفا ومرابي بالمحصب من ميناء هذه يعني مدت إليك رقاب العربي فالملك عليك ماء منسكب هكذا العرب يتعاملون مع نجد والحجاز السعودية لا تريد بشار الأستاذ أن يحضر لديها مشكلة مع بشار الأستاذ مشكلة قوية الحوثيين يتدربون في سوريا وموقف النظام السوري هذه مسألة الابتعاد عن إيران ونزعه من الحضن الإيراني هذه مسألة منتهية ولكن موقف السعودية الحقيقة يبقى موقفا يعني غائما ولا يمكن التنبؤ به لا يمكن التنبؤ به بلا شك والسعودية الآن تعاني من وقع فضيحة جديدة هي ما حدث في قصة أيتام خميس مشيط لا ينقص السعودية هذا الوضع لكن هذا هو حكم سعود القحطاني وتوتو وناسا البعض يقول هذا توتو وناسا وسعود القحطاني عندما يتسلمان للملفات هذا الذي يحدث رقص وغناء وطبل وزمر وأيتام خميس مشيط والسعودية تتناهبها الأخطار يمنة ويسرة والحوثيون يثربون في دمشق السعودية موقفها واضح موقف جيد لا شك القطريون موقفهم واضح لا يريدون عودة النظام السوري والقطريون أعلنوا هذا الأمر مرارا وتكرارا هم وسعوديون نحن لا نريد حضور بشار الأسد في الجامعة العربية الجزائريون يريدون هذا الأمر النظام الجزائري هو منساق أصلا مع المحور الإيراني مع الروس مع الإيرانيين مع الصينيين ويردد هذه مسألة الممانعة وتحرير الفلسطين والتحرير القدس ويا أهلنا في فلسطين المحتلة يعني حلانيكم هل تصدقون النظام الجزائري يعني هل يعقل أن تصدقوا النظام الجزائري بعد كل هذا الذي جرى هو النظام الجزائري هذا كيف يتعامل مع شعبه أصلا كيف يتعامل مع شعبه هل تصدقون هذه مسألة الممانعة وتحرير القدس هو النظام الجزائري هذا النظام العشرية السوداء هذا النظام الذي فتك بشعبه هو يريد أن يحرر القدس كيف هو يحرر القدس البعض من أهلنا في فلسطين محتل البعض يعني يعتب عليهم أنه ما زالوا منساقين لا وبل يؤيدون يعني يزدادون تأييدا للنظام الجزائري ولأبواق النظام الجزائري رغم أن أبواق النظام الجزائري تطاولت كثيرا على العرب وعلى الثورات العربية وهم ينساقون قال لك النظام الجزائري يريد تحرير القدس وهم يصدقون هل يعقل يعني هذا الأمر الجزائر محرجة قد لا تحدث القمة أصلا مصر لديها مشكلة مع الجزائر مصر تقول أن الجزائر مصطفى مع أثيوبيا أبي أحمد كان في الجزائر والعلاقات الجزائرية الأثيوبية واتفاقيات التعامل مشارك قوية جدا المغرب لها مشكلة مع الجزائر قيس سعيد قيس سعيد له مشكلة مع الجزائر رئيس التونسي العربي الوحيد الذي استطاع بأريحية أن ينثر العرب من اللغة العربية هذا قيس سعيد استقبل زعيم جبهة البوليساريو موقف واضح الصفاف مع الجزائريين أثار حفيظة المغربة في قصة الصحراء الغربية والصحراء المغربية لأن هذا قيس سعيد أصلا له توجهات إيرانية هذا قيس سعيد كان يقول سوف يريد أن يحرر القدس قيس سعيد نفسه وكان جماعة الممانعة يطبلون لقيس سعيد قيس سعيد مع نظام الجزائري هؤلاء يدورون في الفلك في الفلك الإيراني وإيران أمير موسوي هذا كان موجود كان قنصلا في الجزائر العاصمة وأمير موسوي آثاره يبدو حتى اللحظة آثار عظيمة مثلة التقرب من الصوفيين من الحركات الصوفية في الجزائر ونشر التشيع الإيراني في الجزائر يبدو لها حضور لها حضور لا شك في ذلك مصر السعودية قطر المغرب لا يريدون الحضور الآن إيد كهين دخل على الخط إيد كهين إيد كهين الصهيوني هذا الشهير قال لك لن تكون القمة في الجزائر لأنه لديهم مشكلة يقول إيد كهين يقول أن عرب الخليج يشارطون حضور المغرب والجزائر وهناك مشكلة الآن بين الجزائر والمغرب هذا هو حال العرب البعيس هذا هو حال العرب البعيس و ايده كهين داخل على الخط هذا الحال العرب البعض سجل انا عربي انا اسم بلا لقبي و هذا الكلام صحيح سجل انا عربي انا اسم بلا لقبي و ربما نصل الى مرحلة حتى بدون اسم و بدون لقبي ايده كهين يقول هناك ضغط من بعض عرب الخليج على الجزائر يهددون بالمقاطعة احاول منذ طفولة رسم بلاد تسمى مجازا بلاد العرب هذا هو حال العرب نزار قباني قالها منذ زمان بعيد احاول منذ طفولة رسم بلاد تسمى مجازا بلاد العرب فمنذ سنين و هم يرعدون و لا يمطرون يرعدون و لا يمطرون و يدخلون الحروب و لا يخرجون و يعلكون البلاغة علكا و لا يهضمون حتى قصة البلاغة نزار قباني هذه يا شاعران العظيم ما عاد البعض العربي يقولونها هو الحمد لله الذي ان الله اماته و اراحه نزار قباني و لم يحيا الى زمن قيس اسعيد و يجاهد قيس اسعيد و يعلكون البلاغة علكا و لا يهضمون ماذا هو حل العربي الان النظام الجزائري و جماعة النظام الحجة جاهزة كيف سوف يبرن الموضوع قال لك ضغوط صهيونية الصهاينا يضغطون على النظام العربي كي يهدد الجزائر بعدم الحضور اذا حضر النظام على اساس مدافع النظام ليلا نهارا على فلسطين المحتلة حجة واضحة والنظام الجزائري و ابواق النظام الجزائري سوف يستخدمونها من الان حتى تشرين الثاني و النظام السوري سوف بالتأكيد ضليع جدا في هذه المسألة انه والله ممانع والصهاينا يحاربونها هو المؤامرة الكونية المشكلة اين اذا دخل الممانعون على الخط والحقيقة هؤلاء الممانعون يعني يهددون كوكب الارض الممانعون يهددون كوكب الارض الممانعون تشعر انه مثل ثقب الاوزون يعني مثل الانبعاث الحراري يعني يهددون هذا كوكب الارض سوف يتفسخ من الممانعين لشدة حمقهم وغبائهم وثقل دمهم الممانع والممانعون الحمقى ليس الذين تسيرهم اجهزة المخابرات الايرانية لا لا هؤلاء قسم لكن الممانعين الحمقى المستغفلين بعد كل ما حدث في هذا الزمان و بعد كل الاحداث التي حدثت في الربيع العربي الان 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 بين ظهرانينا مجموعات من الممانع يقولون والله ان القمة العربية في الجزائر قد تتعطل لان الصهاينة يضغطون على العرب الخليج كي يضغطوا على الجزائر بان لا يدعو النظام السوري عدو الصهاينة مجرد الاستماع للممانعين هو هدد هو خطر يتهدد الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي مبدئيا من ثم هم يلوثون الاجواء يلوثون السماء حتى وصلا للسماء السابع يلوثون الطبقات الجو كلها يلوثونها يمكن ان يتفسخ كوكب الارض من الممانع لذلك البعض يطالب بطردهم من كوكب الارض كلهم هؤلاء الممانعون بدأوا من اليوم ترداد هذه النغمة قال لك والله الصهاينة هم السبب والدليل تغريدات ايدو كوهين اعلن الاردن انطلاق مناورات عسكرية على اراضيه تحت اسم الاسد المتأهب بمشاركة سبع وعشرين دولة تتمرن على مكافحة الارهاب والتعامل مع تهديدات اسلحة الدمار الشامل بحسب بيان للجيش الاردني فان المناورات ستستمر من الرابع عشر الى الخامس عشر من ايلول الجاري وهي الدورة العاشرة من التدريبات التي تجري على الاراضي الاردنية اشتركوا في القناة 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 المتأهب كما يقولوا كثيرا لكنها ما كانت لتحدث بعدين قطاع الا تطمنة للاردنيين وكذلك بشكل او باخر للاسرائيليين الاردني الان تشعر انها مكشوفة الظهرة الاردن اعتمدت على قصة انه والله اسرائيل روسيا موجودة والاردن لم تكن اصلا لتقدم على هذا الامر لو لا الرغبة الاسرائيلية الاسرائيل هي من دفعت النظام الاردني لمثأ التوافق مع الروس وغلق الحدود على الثورة السورية في درعة وخنق الثورة السورية في درعة وتسليمها خالصة مخلصة تسليم درعة خالصة مخلصة للنظام والروس كان هناك اتفاق بين النظام الأردني وموسكو بأن موسكو هي سوف تكون على الحدود ولا وجود الإيراني ولا لميليشياتهم ما الذي حدث؟ الإيرانيون وميليشياتهم على الحدود ما الذي حدث؟ الكبتاغون يغرق المملكة الأردنية الهاشمية العظمى ما الذي حدث السعودية أصبحت عاصمة المخدرات في شرق الأوسط كما تقول الصحافة الغربية المخدرات الكبتاجون يأتيها من سوريا ومن لبنان الإيكونوميست قالت أن السعودية هي عاصمة المخدرات في شرق الأوسط ثمن حبة الكبتاجون في السعودية يتراوح بين 30 إلى 40 ريال سعودي كل هذه المخدرات تعبر من سوريا إلى الأردن إلى السعودية والنظام الأردني كل هذه الإعلانات عن ضبط شحنة وضبط شحنة كل هذا يضبط ربما عشر أو عشرين مما يمر إلى الأردن ومن ثم يمر إلى السعودية السعودية هي الوجهة لكن يتساقط كبتاجون النظام عن اليمين وعن الشمال في الأردن وأصبحت مشكلة للنظام الأردني والميليشيات الإيرانية تحفر أنفاق على الحدود الأردنية السورية والنجائب الآن جماعة العصائب أهل الحق وحركة النجباء وكذلك فاطميون على الحدود الأردنية ما الذي سوف تفعله الأردن؟ الأردن أصبح أحس فجة أنه انكشف أصبح الله رومك شوفا هو اتفق مع الروس لكن الروس الآن في باب آخر الروس الآن في أوكرانيا مشغولون وربما يزداد انشغالهم الأوكرانيون شنوه هجوما كأسحا وقويا على خرسون وربما يغرق الروس وهذا هو المتوقع يغرق الروس أكثر وأكثر هم يسحبون كثيرا من الأشياء في سوريا ليسوا متفرغين ليسوا متفرغين فما الذي سوف يفعله الأردن؟ تأتي ربما هذه المناورات في هذا السياق وكذلك في سياق التطمينات للإسرائيليين أنه بأيا يكون كانت تتائج الاتفاق النووي لكن المعني الأكثر هي الأردن الأردن هي التي تواجه المشكلة العظيمة مع الميليشيات الإيرانية على حدودها ما النظام الأردني فاعل؟ ما النظام الأردني فاعل؟ الآن يتردد كلام أن أحمد العودة عاد من الأردن إلى بصرة الشام وأحمد العودة التقى بوجهها بصرة هناك صور لهذا الأمر يتردد مثل هذا الكلام يعني إذا كانت المخابرات الأردنية تريد استعمال ورقة أحمد العودة مجددا لا أحد يعلم لكن بالتأكيد كثر لا يفقون بالمخابرات الأردنية في درعا لأنها طعنتهم في الخاصرة وكانت طعنة النجلة تها ما تبقى غدا بإذن الله التاسع عم السام توقيتي دمشق ما تبقى جديد جمال الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر